السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورابط تدخل عليه ويجيكم عندنا في الدسكورت لأن تحتيث الرقاة من شاء الله أو التحيث الجيد بجعل السوني راح يلغي المجتمعات فما تقدر تواصل مع الناس كثيرين فالدسكورت سيكون مرة كويس فإذا سواء كنت بي سي او اكس بوكس او سوني تقدر تخرج وتختار تصنيفك إذا سواء كنت سوني او بي سي او اكس بوكس بس الثاني اللي إذا يجاو يكلمونك عفوان انت مش نوع جهازك وزي كده فمسي بقت الوصف تحت خوش وان شاء الله نقابلك هناك في الدسكورت حيث نكون هم المجتمعات اللي بديئة عن المجتمعات السوني طيب خلونا احنا نتكلم عن طريقة هذي اللي بتجيب لكم فلوس مرورة كويسة وش طريقة هذة جديدة او وش الفكة الجديدة حقتها كيف تستفيد انت من الادفينجري اللي تسويه بمنامي حينا زي على الحالي عنده مهمة الان لو سوات المهمة هذي بيعطيني طبعا 66 هذي زيادة انشان انا عندي بعتهم فيعطيني 66 حبة اضافية لكن في الاساس هو 200 تمام كيف تستفيد من الادفينجري هذا انك تستبدله الى فلوكس في اللعبة وطلعنا فلوس مرة حلوة فالاساس ان كانت تجي عندك عندك في مهام كثير في مهام حق الكلانات تمام فتجي عندك انها عندك اي مهمة تسويها وبرضو عندك في المهام الخاصة بالمناطق يعني فى المناطق كاملة لين هنا وبعندك برضو هنا وبعندك برضو هنا وبعندك برض كذلك وت سوى بمهام هذه أو سوى منها اللي ناسب ثم منهم وسوهم طبعا هنا زيادة لنا خمس مهام كلها تعطيك حوالي 400 أدفنجر تقريباً لكن تعطيك كثير أدفنجر بالعربي وفي عندك يوم الخميس الأدفنجر يكون كثير مره يعني يكون معك يكون دبلة ولو معك باترن يكون ثلاثة ضعافة تمام فهي سيوم مره كويس توقع سي دبل خلنا أشيك على الولكم أنا الناسي أنا القائم حقتهم الأدفنجر هنا كتبين أنه يكون 50% زيادة هذا العادي ويكون معك باترن يكون دبل لأنه لو كان الوكان 200 السترسي ينطيك مثلا 300 ويكون معك باترن يسيطيك 400 تمام فالباتر بساعدك مره كثير انك تطلع أدفنجر مره كثير فكيف تستفيد من الطريقة ذي؟ خلنا نقول الآن أنا حاليا عند المهمة اللي هي هذه حاليا الدراجون بيك اللي هي خاصة في عالم النار أنا حين بحط مثلا شخصة النيو نينجل لأنه هي سريعة لعندي فأروح الآن لعالم النار أول شيء وبخلص هناك الخمسة عشر دنجن هذي تمام؟ طبعا أنت لو كما معك شخصية سريعة تقدر تخلص المكان كله في خمس دقائق يعني تكون مره سريع عند تمام؟ فالآن أنا حين بروح بخلص اللي هي المناطق هذي أول تمام؟ أنا حب أختصر شمعي غلابل فأسوي فتصاري جيد هنا فنطب كده نحصل هذا الوحش هنا فأشوف الآن أنا حلص حين واحدة من أصل خمسة عشر فأخلص كامل خمسة عشر هذي وبعدين كامل بعدها طيب زي ما يشفون الآن أنا الحين عند دنجل الأخير هذا خمسة عشر فلما أخلصه أحيضطيني الأدفينجري هذا خمسة عشر سعى القنابل كم افتراضا نجي هنا نعدل بس ونكتب اسم القنبلة شوف سعى القنابل على خمسة وثلاثين افتراضا يلا خمسة وثلاثين افتراضا لو قلنا انها خمسة وثلاثين ممتاز وجينا ضغبنا انت بتستبدأ الان خمسمائة حبة زينجوي عشان تخفي خمسة وثلاثين تمام بيطلعنا كم؟ بيطلعنا في الـ 500 ثلاث وثلاثين 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 انا اشوف الشيء مبكثير وممكن انت خاطر تشترى صندوق هذا التوابر مثلا انا اضع ان ماني بشوف صندوق هذا الشيطلع او الشيطلع او الشيطلع لكن بنشوف انحين اعطاني شغلة ما ادي وش سناعة حاصلا هذي اه ممكن استعمال ذي بالفود عندي شو اتوقع او الشيء خاص بالفود يعطيه موفيند سبيد اه زيادة طيب ما علينا من هذا الشيء اه عشان طلعون منه فائدة مرة قوية بالادفنجري انه قاجرات نشتري جميع الحبات اللي معنا الستين حبة سوف أعطيك حبة واحدة من الهلو اسمه اليد بلوك رسبي طبعا نشتري بكل المعنى أنا معي خمسة الف حبة من اليدفينجوري اوكي فأنا نرى خطة كامل وشريت لي اللي هو اليد بلوك رسبي ممتاز بجل الحين وش الحركة الثانية اني بحول هذا اللي هو اليد بلوك رسبي بحوله الى بلانك ورد البلانك تمام فأجي هنا عند ألة اللوت ارجع لي مربع اجي هنا حين صمعي خمسة وثنانين حبة زين المعنى خمسة الف كان المعنى خمسة الف ادفينجوري حين صمعي خمسة وثنانين حبة لو كسرناها هذه وحوالناها الى البلانك عادية نجي الشيك على سعر البلانك في السوق زين شف هنا كم نكتب بلانك شف سعر السوق نحين اقل شي خمسمية اقل شي خمسمية تمام لو جيد احنا قلنا لا يا ابوي يلا بنحط القائمة المعنى هذه او خمسة وثمانين حبة هذه بنحطها للبيع شف كم غح يجيك شوفوا الان لو انا حين بحط الهاتي اللي هي اقل شي بسوك خمسمية الان لو قلنا بحط خمسمية هنا على الحبة الوحدة شف كم جاينا هنا علي صار تنين واربعين الف وخمسمية تخيل انت بس قاعد تسوي المهام اليومية هذه حق النطق كاملة زين وتسوي مهام كلانات وتسوي المهام حق المنطقة ذيك اللي هي حق الديودة حق التوب سايد وتسويها كاملة وجمع لك عدفنجي مر كثير وجمع بالذات يوم المثال الخميس عدفنجي مر كثير فجمع فيه بعد ما تبرع لكلانك طبعا سويت برع لكلانك تيجي تسوي تاخلك هذا اللي هي الليد بلوك وتحطها في هذا اللوت وتكسرها بعد انتجي تعرضها البيع انا على نفس ما اعرضها لان اقل شيء بالسوق الان خمسمية فانا بحطها بسعر اقل بحطها ببع مئة وتسعين تمام يقل المبلغ شوي بس عادي بحطها ان شاء الله هذا خلال فترة قصيرة احتم باع بسعر ابيعي يعني كم انا كسبان اربعين الف ملا شيء بس تعبت شوي وطلعت اربعين الف فمر حركة كويسة انك تشيد من الادفنجري يطلع مكانه فلوكس يعني فهذي فكر مرك واسا انتبنى ان المقطع اعجبكم يردكم العافية على المشاهدة الي ما اشترك اشترك وفاخد سلتبيه شوكم ان شاء الله في المقاطع القادمة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة